طيب بسم الله اللهم صلي على رسول الله نعيش يا أحبابي بارك الله فيكم عصر الانفتاح عصر الانفتاح يعني الآن أو أصبح بإمكان أي شخص يأخذ الآن الجوال وينزل أحد برامج التواصل ويقدم أي شيء عنده انفتاح واللي بيقدمه بإمكانه يوصل للشرق وللغرب هذا معنى انفتاح يعني بإمكانك توصل للجميع كأن العالم كله قرية صغيرة هذا الشيء هو جيد ورائع جدا من جانب وخطير جدا بل في غاية الخطر من جانب آخر لما تأتي الآن وترى السفيه وأيضا ترى السيء ومن عنده نسأل الله العافية انحراف في أخلاقه وفي بل حتى في فطرته نسأل الله العافية أصبح مع جوال وعنده وسع التواصل ويستطيع يوصل الانحراف اللي عنده يبثه والأخلاق السيئة اللي عنده يبثها وهذا أمر خطير في السابق كان كل واحد على نفسه لكن الآن لا أصبح تأتي لكل واحد تأتيه نسأل الله العافية لا بد أن يواجه أفكار خاطئة يواجهها أفكار مخالفة للعقيدة مخالفة للدين يواجهها في وسائل التواصل تأتيه قد يكون أحيانا أحيانا من دون أن هو بعيد عنها لكن تأتيه سواء شيء متعلق بجانب الشهوات أو متعلق بجانب الشبهات وهذا أمر يتطلب من كل واحد منا أنه يتحصن يتحصن الآن فيه هجمات فيه هجمات معلوم الآن أي أحد يكون يتعرض لهجمات عندها أمرين إما أنه يضع لحصن فيسلم من هذه الهجمات التي تأتيه وهذه النزغات أو أنه ينكشف وبالتالي إيش ما الذي يحدث ما الذي يحدث يا أخواني ما الذي يحدث إذا انكشف طيب أنا أعيد لا بس أقول الواحد إذا تعرض لهجمات هجمات تعرض لنزغات أشياء موجهة ضدها الآن موجهة ستأتيه له أمرين إما أنه يتحصن فيسلم ويحفظ وإما أنه ينكشف وبالتالي ما الذي سيحصل له ينحرف أو يميل عن الصراط المستقبل الآن الهجمات ستصيبه إذا انكشف ستصيبه صحول الله يا أخواني صحيح يشياء طيب الآن ألستم ترون الآن في وساة التواصل وفي بل حتى يعني في تطبيقات ما لها أي علاقة تجد فيه جانب يعني بث لشهوات وأيضا بث لشهوات شهوات مقصود بها نسأل الله تبرج مناظر يعني نسأل الله العافية قبيحة سيئة تروج في جانب الشهوات أيضا عن جانب الآخر شبهات أفكار مسمومة تبث نسأل الله العافية ثوابت يحاول يشكك فيها وهي ثوابت بالنسبة لنا من يوم خرجنا على الدنيا ونحن مؤمنين ومسلمين بها فيبدأ يشكك فيها ثوابت يعني على سبيل مثال مثلا على سبيل مثال الخمر مثلا ما في أحد يشك أن الخمر ليست حرام فيأتي واحد مثلا يقول لا الخمر يعني شراء الخمر إذا يعني واحد أمن أنه ما راح يحصل من السكر وما يحصل منه كذا لا بأس أنه يشرب بقادر اللي يعرف منه يبدأ يرعوج أفكار مسمومة خطيرة هذا في جانب معين بالتالي أنت إذا ما كان عندك حصن وفتحت فتحت باب على كل وسائل التواصل ما أبقى وسيلة التواصل ما دخلت فيها وما كان عندك تحصن النتيجة ماذا سيكون ستصيبك ماذا سيكون ستصيبك هذه الهجمات وبالتالي يكون من كلاس الله العافية انحرافات وهذا الخطر هذا الخطر ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنه في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ما فيه أحسن منه مؤمن في أحد أحسن منه مؤمن انتهى ويمسي كافر أعوذ بالله يعني كان هو مؤمن الصباح وأمسى كافر أعوذ بالله ويصبح ويمسي مؤمن ويصبح كافر يبيع دينه في عرض من الدنيا قليل نسأل الله العافية كثرت الفتن وبالتالي شخص يفتح يعني الباب أمامه بل يفتح بواب أمامه وتأتيه أفكار وهجمات ويتواجد في هذا الفضاء الواسع وما عنده حصن سيكون معاه نسأل الله العافية النتيجة انحراف نسأل الله العافية والسلام ضلال نسأل الله العافية والسلام طيب ما الأمر ما العمل ما العمل ما العمل عليك أن تتحصن عليك أن تتحصن بعد أن تتحصن أنت في مؤمن أنت في مؤمن والله لن تصيبك تلك السهام ولن تأتيك تلك الهجمات ولا تلك النزغات طيب كيف أتحصن؟ أو تتحصن؟ بأن يكون الوصال بينك وبين الله عز وجل ممتد قوي وصال صلة مباشرة وحن توجه إلى كلمة الصلاة 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 تقيم الصلاة حق إقامتها تحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة الأولى في المسجد تحرص على أن تحافظ على الصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقيموا الصلاة لم يقل وأدوا الصلاة وأقيموا الصلاة إقامة الشيء فعله على وجه التمام والكمال طيب بعد إقامة الصلاة بعد إقامة الصلاة الإقبال على القرآن بصدق الإقبال على القرآن بصدق ليس تلاوة فقط بل تلاوة وتعلم وعمل تطبيق تدبر يوصلك إلى الامتثال والعمل بعد ذلك كيف أيضا نتحصل بالعلماء بعد إقامة الصلاة والإقبال على الله عز وجل وكذلك القرآن نأتي إلى جانب العلماء الراسخين فاسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلمون يسأل الإنسان تأتي أفكار تأتي أمور يسأل العلماء الراسخين الشيخ بنباز الشيخ بنعتيمين الشيخ صالح الفوزان غيرهم علماء هيئة كبار العلماء المشايخ الفضلاء تسأل أحيانا ما تحتاج أنك تسأل تحتاج أنك تبحث أن سبغ غيرك بالسؤال فتاوى اللجنة الدائمة موجودة ومثقة أيضا كيف أيضا يكون الحصن بالدعاء الدعاء 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 تحصن بالدعاء سأل الله عز وجل أن يثبتك على الدين كان أكثر دعاء النبي عليه السلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا أحبابي الوضع خطير فيما يتعلق بهذه الوسائل التواصل خطير جدا من حرافات نراها أمر ليس بالبسيط نسأل الله الحافظة والسلام يعني أحيانا بل تجد للأسف بعضهم مشهور ومشهور ومتابعين بالآلاف يقدم محتوى هابط محتوى هابط محتوى يهدف ولا يبني بالتالي أنت لابد أن تتحصن لابد أن تتحصن تحصن لتنجو لتسلم لتفوز لتسعد لتربح لتغنم اللهم يحيى قيوم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن كان أكثر دعاء النبي عليه السلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو الحبيب عليه الصلاة والسلام كيف بحالي وحالك قلوب تتقلب بين أصبعين صابع الرحمن ما في أحد يا أخي ما في أحد ضامن أنه يموت على الإسلام ما فيه ما فيه أحد ما فيه حي يأمن على نفس الفتنة ما فيه لذلك انتبه كن ما بين الخوف والرجاء كن ما بين الخوف والرجاء تخاف من نفسك ومن الشر ومن الانحراف ومن المعاصي ومن التخاف وترجو كرام الله ورحمته وستره كن ما بين الخوف والرجاء فأنت خاف أنه يعني الواحد أنه ينحرف يخاف وأيضا يرجو من الله أن الله يثبت أن الله يحيي على الإسلام ويميته على الإسلام إذن يجمع بين الخوف والرجاء يجمع بين الخوف والرجاء يرجون رحمته ويخافون عذابه طيب اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعذنا والدين وإخواننا وأخواتنا وأرحامنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو يجهل أو يجهل علينا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن ترك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلحوا على المسلمين واحق دماءهم يا أرحم الراحمين وفق لاتأمرهم لما تحبه وترضاه واجعل هذا البلد آمن مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر